توج سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الأردن لسباقات الهجن والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة ويحتضنه مضمار الشيخ زايد بمنطقة الديسة في وادي رم المهرجان الذي امتدت منافساته على مدار يومين تخلى له إقامة واحد وعشرين شوطا عشرون منها للراكب الآلي وواحد للهجانة البشري حيث بلغ عدد الهجن المشاركة ما يقارب خمسمائة ضمن فئات وسلالات متعددة ومتنوعة وتخلل حفل الختام كلمات وقصائد شعرية وشوطين للراكب الآلي وللهجانة البشري وتوج سمو الأمير أصحاب الهجن الفائزة بالسباقات كما كرم الشعراء الفائزين بمسابقة الشعر النبطي التي أقيمت على هامش المهرجان يذكر أن هذه السباقات تأتي بتنظيم من لجنة الهجن الأردنية وهيئة تنشيط السياحة وبدعم سخي من القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات الأردنية وتأتي رعاية ولي العهد لهذا المهرجان إمانا من الهاشميين بضرورة المحافظة على هذا الموروث الشعبي والرياضي الذي كان مفخرة للعربي قديما وحديثا هكذا أسدل الستار على سباقات مهرجان الهجن الأردني وبرعاية سمو ولي العهد وبمشاركة 500 رأس من الإبل التي أتت بسلالات متنوعة ومختلفة للقناة الرياضية صال الغبين